بسم الله الرحمن الرحيم العلاقة بين الجامع والطرح لو أخذنا مثال 2 زائد 3 بيساوي 5 كأني بقول إيه؟ كأني بقول ألمين لونهم أحمر زائد 3 أقلام لونهم أزرق بيساوي 5 أقلام طيب ممكن أعكس بقى لو قلت معايا 5 أقلام لو شيلت منهم الألمين اللونهم أحمر يتبقى إيه؟ 3 أقلام اللونهم أزرق طيب لو الخمسة أقلام هشيل منهم الثلاثة أقلام اللي لونهم أزرق هيتبقى إيه؟ هيتبقى الألمين اللي لونهم أحمر يعني عملية الجامع أقدر أعكسها وهتبقى معايا عملية طرح يبقى الطرح هو عكس الجامع في الجامع العدد بيزيد 2 لما زودت عليها 3 النتج كان إيه؟ 5 اللي هو أكبر عدد عندي إنما في الطرح العدد بيقل يبقى دايماً الطرح هو عكس عملية الجامع 2 نقص صفر باتنين سبعة نقص صفر اللي هي خانة العشرات سبعة نقص صفر بسبعة صفر نقص واحد ماينفعش نعمل إيه؟ بنستلف هنستلف من الخانة اللي جنبها اللي هي الاربعة هتبقى 3 والصفر هتبقى عشرة يبقى دلوقتي عشرة نقص واحد بتساوي تسعة والتلاتة طبعاً ما فيش حاجة هنا ما فيش خانة تانية نطرحها معايا فتنزل زي ما هي والواحد برضو ينزل زي ما هو خلاص بقى عرفنا يبقى الـ 58000 هنعمل فيها إيه؟ هنطرح ولا هنجمع؟ هنطرح لأن احنا ماشيين تابعة لسه يبقى صفر ناقص صفر بصفر صفر ناقص صفر بصفر صفر ناقص واحد ماينفعشي نعمل إيه؟ هنستلف من الخانة اللي بعدها الثمانية يعني هتبقى سبعة والصفر نفسها هتبقى عشرة عشرة ناقص واحد بالساوي تسعة والسبعة طبعاً ناقص ما فيش حاجة ما فيش خانة فتنزل زي ما هي والخمسة كمان هتنزل يبقى بلاحظين هنا في المقسال دوت إن الجمع عكسه الطرح بمشي مين؟ هجمع بمشي شمال بطرة مثال تاني ما هو العدد الذي إذا أضيفه إلى 3000 أصبح الناتج 4000 أزود كام على 3000 علشان يبقى 4000 طيب هو بيقول لي إيه؟ ما هو العدد؟ بيسألني عن عدد أنا مش عارفة إيه هو فبحطه بنقاط يبقى حط نقاط الأول إذا أضيف أضيفها يعني إيه؟ يعني زودناه يبقى حط علامة زائد زودته على 3000 بترتيب الكلام اللي هو بيقوله لي زودته على 3000 الناتج بقى بيساوي 4000 يبقى كام زائد 3000 يساوي 4000 هحط كام على 3000 يدينا 4000 يبقى حط 1000 كأني بقولك كام زائد 3 يدينا 4؟ طبعا واحد زائد 3 بيساوي 4 طيب مسألة تانية ما هو العدد الذي إذا طرح من 8000 أصبح الناتج 3000 خلي بالنا بقى من مسائل الطرحة دي لأن بيفرق معايا أوي بكتب أنهي عدد الأول بيقول لي العدد الذي إذا طرح من التمن تلاف يبقى أنا هشيل من التمن تلاف العدد ده هشيله من التمن تلاف يبقى التمن تلاف هي الأول هي اللي هشيل منها يبقى التمن تلاف هشيل منها العدد مفهوم الكلام؟ إيه هو العدد اللي إذا طرح من تمن تلاف إذا تشال من تمن تلاف يبقى العدد اللي هشيله من التمن تلاف يبقى 8000 هشيل منها كام تديني 3000 هشيل كام من الثمانية عشان يديني 3 طبعا هشيل خمس يبقى 8000 هشيل منها 5000 تديني 3000 او كأن عملية طرحة عادية بقى 0 نقص 0 بـ 0 0 نقص 0 بـ 0 0 نقص 0 بـ 0 8 نقص 3 طبعا بتديني 5